سبحانك يا لا إله إلا أم الغرف الغرف خلصنا إلى النار يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مصحف أمير المؤمنين مصحف الإمام علي بن أبي طالب عليه آلأ في التحية والسلام الحديث عن مصحف أمير المؤمنين هو حديث عن الطريقة والمنهجية والآلية التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله لهذا القرآن الكريم وقبل أن نتحدث عن محتويات هذا المصحف اسمحوا لي أن أبين لكم جميعا ما ورد في مصادر الفريقين لأننا عندما نتحدث عن مصحف أمير المؤمنين أكو كلام أكو لغط أكو كذا ريد نتعرف على هذا المصحف ووجود هذا المصحف في مصادر المدارس الإسلامية مصادر منابع المسلمين الأولى هل ذكرت شيء حول هذا المصحف أو لم تذكر شيء حول هذا المصحف هذه مسألة جدا مهمة خلوني أبدأ بمصادر وكتب المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت لأن في مدرسة أهل البيت هناك تسالم واضح ما في أي كلب مصادر المدارس الأخرى هل ذكرت لعلي بن أبي طالب عليه السلام مصحف أو لم تذكر لعلي بن أبي طالب مصحف هس خصوصيات هذا المصحف طريقة جمع هذا المصحف خلونا منعته إن شاء الله في حصص أخرى نتحدث عنه لكن خلونا الآن نتحدث عن هذه المسألة المهمة وهي أن هل هناك ذكر لمصحف علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والسلام في مصادر المدارس الإسلامية الأخرى أو لم يكن هناك ذكر ولا أثر لهذا المصحف في تلك المصادر هذا التساؤل مهم وهذا التساؤل يبعث الإطمئنان للنفوس بوجود مصحف أو عدم وجود مصحف تعالوا إلى مصادر القوم أكو مصنف اسمه مصنف عبد الرزاق أسس صنعاني أو صنعاني باختلاف الضبط في هذه الكلمة مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق هذا متوفي عام 211 شجرية التفت إلى هذه النقاط مهمة 211 يعني في القرن الثاني هذا المصنف مصنف عبد الرزاق ذكر به عبارات خلي نشوف هذه العبارة تشير أو العبارات تشير إلى وجود مصحف لعلي بن أبي طالب أو لا تشير نقل هذا المصنف هذه العبارة عن علي إني آليت بيمين سمت حين قبض الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ألا أرتدي برداء إلى الصلاة المكتوبة حتى أجمع القرآن التفتوا مصنف عبد الرزاق يقول برواية واضحة عن أمير المؤمنين آليت ألا أضع رداء علامتني على كتفي حتى أجمع القرآن الكريم هذا مصنف عبد الرزاق المتوفي عام 2011 للهجرة تعالوا إلى ابن سعد في الطبقات طبقات الكبرى لابن سعد في الطبقات لابن سعد ابن سعد طبعا متوفي 230 وثلاثين هجري أنها تجيب الكيها من القرن الثاني وانت نازل 230 هجري ابن سعد أيضا نقل عبارة هذه العبارة نقلها عن علي آليت بيمين ألا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة اختلفوا في ضبط الكلمات هنا إلا إلى الصلاة إلى صلاة المكتوبة آليت بيمين ألا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن قال فزعموا أنه كتبه على تنزيله إلى عبارات أخرى أنا أريد أكتفي لين عدي هواي مصادر أريد أذكرها مصادر حتى أبعث برسالة مهمة جدا أن هناك مفروقية تماما من وجود مصحف لعلي بن أبي طالب يعني لابد من القاول بوجود مصحف وفق هذه النصوص الروائية والتاريخية أكو كتاب اسمه مصنف لابن هاي كلها مصادر ليست مدرسة أهل البيت ها واضح بالنسبة لكم أكو مصنف لابن أبي شيبة هذا أيضا متوفي عام ميتين وخمسة وثلاثين ميتين وخمسة وثلاثين ذكر هذه العبارة فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله جعلت علي أن لا أرتدي إلا إلى الصلاة حتى أجمعه للناس مضامين محتوى معاني هذه العبارات واحدة وإن كان هناك أكو اختلاف في بعض ألفاظ هذه العبارات وإلا مضامينها واحدة بعد البلاذري ميتين وواحد وسبعين للهجرية متوفي ميتين وواحد وسبعين هجرية في أنسى باشي يقول عن ابن سيرين ولكني ينقل عن علي بن أبي طالب ولكني حلفت ألا أرتدي بعد وفاة النبي برداء حتى أجمع القرآن كما أنزل التفت أكو عبارات إضافة يجمع القرآن كما أنزل هذه وين العبارة جاية هذه جاية في البلاذري المتوفي كما هو معلوم في ميتين وواحد وسبعين هجرية بعد في كتاب ابن عبد البر ليسموا الاستذكار المتوفي أربعمية طبعا أنا راح أختصر وأحاول يعني أنتقل إلى القرون قرن الثالث القرن الرابع القوة إلا في نفس القرن الثاني عشرات المصادر القرن الثالث عشرات المصادر الرابع وهكذا مصادر مدارس المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت ابن عبد البر في الاستذكار يقول جمع علي طبعا ابن عبد البر وفاة أربعمية وثلاثة وستين هجرية جمع وعد كتاب الاستيعاب جمع علي ابن أبي طالب جمع علي خلي أقرها بالدقة جمع علي ابن أبي طالب للقرآن أيضا عند موت النبي الظاهر جمع جمع علي ابن أبي طالب للقرآن أسأل مفروض القرآن يكون لأن هذه الفاظ قد تتغير جمع علي ابن أبي طالب القرآن أيضا عند موت النبي وولاية أبي بكر فإنما كل ذلك على حسب الحروف السبعة لا كجمع عثمان على حرف واحد التفتوا وأي نقاط مهمة هنا جاي تذكر هذه المصادر أكو هناك نوع من التسالم تسالم على أن علي ابن أبي طالب قد جمع القرآن الكريم وهذه المصادر من أمهات مصادر الفرق الإسلامية غير مدرسة أهل البيت بعد الذهبي خلي أروح للقرن السادس أو القرن السابع سبعمية واثمانية واربعين متوفي الذهبي عنده ثلاث كتب عنده تاريخ الإسلام عنده سير أعلام النبلاء وعنده تذكرة الحفاظ أي كتب موجودة ومعروفة الذهبي ماذا يقول يقول وفيه عن علي في سير أعلام النبلاء لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أقسمت ألا أضع ردائي على ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين أنا جاء أقرأ لك نصوص ما جاي أحل لك حتى جمعت القرآن تفتوا واضح العبارات وواضح النصوص القرطبي القرطبي المتوفي سثمية وواحد وسبعين في الجامع لأحكام القرآن قد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي بالطرق المتواترة أن علي كان عنده جمع للقرآن الكريم حتى تشوفون ظلامة علي بن أبي طالب بعدين هل سأذكرها على لسان بعض الكتاب والباحثين في تاريخ الإسلام أيضا للذهبي في تاريخ الإسلام للذهبي في تاريخ الإسلام للذهبي أيضا ينقل عن علي قاليت ألا أرتدي بردائي حتى أجمع القرآن العبارات مختلفة الألفاظ ولكن المضمون والمحتوى واحد في تذكرة الحفاظ أيضا للذهبي أقسمت ألا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين فما وضعته عن ظهري حتى جمعت القرآن هاي كلها عن مصادر المدارس الإسلامية الأخرى الوافي بالوفيات الصفدي متوفي سنة سبعمية واربعة وستين يقول عن علي آليت ألا أرتدي كنفس العبارات حتى أجمع القرآن وهناك سيل عشرات بل أكثر من عشرات إذا تريد أعدد لك خلي أعدد الكياهن على مستوى التعداد ما أريد أنقلك يعني النصوص مالتهم على مستوى التعداد كتاب فضائل القرآن لمحمد بن أيوب كتاب المصاحف كتاب المصاحف للسجستاني كتاب السقيفة وفدك للجوهري كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري كتاب شواهد التنزيل كتاب حلية الأولياء كتاب فضائل القرآن كتاب الاستيعاب كتاب مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار كتاب المناقب كتاب تاريخ دمشق كتاب شرح نهج البلاغة كتاب الجامع لأحكام القرآن وعشرات الكتب اتقر بهذه الحقيقة الواضحة وهي شنو الحقيقة هذه الحقيقة الواضحة هي أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان عنده جمع للقرآن الكريم خلي هذه مصادر الفرق الإسلامية الأخرى تعالوا إلى مصادر مدرسة أهل البيت حتى نبحث عن مصحف علي بن أبي طالب وبعد ذلك عندما نشوف هذا التسالم ندخل إلى بطن هذا المصحف وقبل ما ندخل إلى بطن هذا المصحف مو مصحف وهد مصاحف والآن رح يأتي في حصة أخرى أن هناك مصحف منزل وهناك مصحف مفسر عند علي بن أبي طالب اثنين مصحفين مهم أذكرهم إن شاء الله في حصة أخرى مصادر مدرسة أهل البيت التي ذكرت أن لعلي بن أبي طالب جمع خاص به يختلف عن غيره في كتب مختلفة خلي أذكر بعض النصوص وبعدها نعطيكم القائمة والليست ما للمصادر كتاب سليم قال عن أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين في جوابه لأبي بكر إني لمشغول وقد آليت على نفسي يمينا ألا أرتدي رداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه أؤلف يعني نوع من الجمع مو يكتب لا مجموع يجمع في تفسير أبي حمزة الثمالي ما من أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد صلى الله عليه وآله هذه ما من أحد من هذه الأمة إلا جمع القرآن يعني أول التفتوا لهذه النقطة مهمة جدا راح تجينا عندنا نوعين من المصاحف عندنا مصحف منزل يسموه مصحف التلاوة والقراءة وعندنا مصحف مفسر لعلي بن أبي طالب منزل ومفسر المنزل غير المفسر نقطة مهمة جدا هذه حصيلة مجموع الروايات أنا جاي أوصل للكياها هنا يقول في تفسير أبي حمزة ما من أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد صلى الله عليه وآله هذا المصحف المنزل الجمع هذا كان في زمن رسول الله يعني عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله بين ظهراني هذه الأمة علي بن أبي طالب قد جمع القرآن عندما أشار إليه في تلك الرواية المعروفة يا علي هذا القرآن خلف فراشي فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التورات أول من قام بهذه العملية وخلنا نسميها ماركة مسجلة باسم أمير المؤمنين هو عملية جمع القرآن لعلي وكل ما جاء بعده كان إجاء بمرحلة ثانية زين وهذا أبو حمزة الثمالي يؤكد ما من أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد في كتاب أيضا الإيضاح في كتاب الإيضاح لابن شاذان المتوفي ميتين وستين هجرية قال في مقام الاحتجاج على الآخرين ثم رويتم بعد ذلك كل أن الرسول صلى الله عليه وآله عهد إلى علي ابن أبي طالب أن يؤلف القرآن فألفه وكتبه جاي حاجج قدمه حاجج وي المدارس الأخرى يقول لهم أنتم رويتم هذا الأمر أن علي ابن أبي طالب ألف القرآن واكتبه واجمعه ورتبه ونظمه أنتم رويته هذا الشيء في بصائر الدرجات في بصائر الدرجات للصفار المتوفي ميتين وتسعين هجرية ماذا قال باب أن الأبواب مقسمة أن الأمة عندهم جميع القرآن قال وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال أخرجه علي إلى الناس حيث فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزل الله على محمد وقد جمعته صلى الله عليه وآله بين اللوحين هذا كتاب الصفار بعد في تاريخ اليعقوبي وروي بعض وروى بعضهم أن علي بن أبي طالب كان جمع القرآن عندما قبض الرسول صلى الله عليه وآله وأتى به يحمله على جمل التفت إلى هذه النقطة المصحف المفسر كبير جدا والمصحف المنزل صغير واثنين هم جمحا علي بن أبي طالب راح بين الكيان لأن هاي روايات الشير إلى نوعيات المصحف أكو منزل وأكو مفسر المنزل هذه الآيات التي جاءت من الحق تبارك وتعالى واللي كانت عنده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المفسر لا بأشياء أخرى فتاريخ يعقوب يقول هذا الأمر في كتاب أيضا ابن جرير الطبري هذا الطبري ليس ذاك الطبري طبري الإمامي هذا من مدرسة أهل البيت من علماء القرن الرابع الهجري عند كتاب المسترشد قال فما نزلت على رسول الله عن علي آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملأها وأملأتها وكتبتها بخطي آه التفت أقرأنيها الرسول امليتها اكتبتها بخطي نقطة هواي مهمة التفتوا يعني في زمن الرسول كان علي يكتب يجمع سلام الله عليه بعد في كتاب الكافي كافي بعد معروف من مصادر مدرسة أهل البيت عبارة عن أبي جعفر عليه السلام الباقر ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كالذب وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي وما جمعه إلا علي عليها ألاف التحية والسلام هذه جهود جبارة علي بن أبي طالب كان يريد يحفظ كما يدافع عن الرسول ويحاول الحفاظ على النبي الأكرم في وسط هذه الأمة كان أيضا بنفس الجهود اللي يقوم بها يدافع عن دستور هذه الأمة ويكتب ويملأ وبخط اليد ويحفظ هذه النصوص الإلهية المنزلة وهناك عشرات في كتاب الفهرس لابن النديم عبارة جميلة هذا متوفي 380 هجرية وفيه عن كذا عن علي أنه رأى من الناس طيارة طيارة عند وفاة النبي هس طيارة عند وفاة النبي رأى منهم حالة من النفور عندما توفى النبي عندما التحق النبي بالرفيق الأعلى فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداء حتى يجمع القرآن هس هي إذا الناس عدتهم هاي الحالة وهذه الطريقة والطبيعة وحاولوا أيضا يبعدوا الخلفاء عن منصبهم أمير المؤمنين اتفرغ إلى أمر لايق الأهمية عن الدفاع عن نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو حفظ القرآن من الضياع والتشتت فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداء حتى يجمع القرآن فجلس في بيته حتى جمع القرآن ما ريد بعد أذكر لك أقوال وكلمات والروايات التي ذكرت من قبل علماء مدرسة أهل البيت فيما يرتبط وأتحدث عن المصادر الروائية كلمات العلماء رح أذكرها المصادر الروائية فيما يرتبط بمصحف علي بن أبي طالب وجمع علي بن أبي طالب رح أذكر لك فقط المصادر بسرعة حتى يتبين لك مقدار الوثائق العلمية اللي يملكها مصحف أمير المؤمنين كما أن هذا المصحف يملك من الوثائق ما يملك في مصادر الكتب الأخرى للمدارس الأخرى كذلك في مصادر مدرسة أهل البيت في الإيضاح في بصائر الدرجات في تاريخ اليعقوبي في تفسير العياشي في تفسير القمي في الكافي في إثبات الوصية للمسعودي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي الفهرس بن النديم الخصال خلي أذكر لك كل المصادر أحسن في الاعتقادات في التوحيد في الأمال للصدوق للمفيد كذلك خصائص الأئمة أوائل المقالات وهناك العشرات من المصادر العشرات من المصادر ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام له مصحف وهذا المصحف جمعه وقد تكفل بجمعه عبارة أخيرة أنقلها للشيخ المفيد في مسائله قال وقد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل التفت أريدك الدقق بهذه العبارات لأن رح أحكي على قرآن مفسر عد علي بن أبي طالب أهم جمعه أكو قرآن منزل وأكو قرآن مفسر هذا القرآن المنزل هذا الآيات والقرآن المفسر لا في أشياء أخرى رح أتكلم عنها يقول الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه وقد جمع أمير المؤمنين القرآن المنزل من أوله إلى آخره وألفه بحسب ما وجب من تأليفه فقدم المكي على المدني والمنسوخ على الناسخ ووضع كل شيء منه في محله التفت إلى هذه النقطة المهمة هذه الخاصية اللي اختص بها القرآن المنزل مو المفسر أستتقل لي شنو منزل شنو مفسر أريد أخليها بذهنك للدرس الآخر راح بين الكياها نقطة جدا مهمة القرآن المنزل اللي جمع علي ابن أبي طالب يختلف عن تلك المصاحف التي جمعت عند الآخرين ليش لأن علي ابن أبي طالب هو يقول ما من آية نزلت لا في سهل لا في وادي لا في جبل لا في بحر لا في أذكر هذه المصاديق ولكن جاي أكثر بها لكن هي هذه الحقيقة حصر جمع أمير المؤمنين كل المواطن والمواقع التي نزلت بها الآيات القرآنية وقال ما من آية نزلت إلا وأعرف وين نزلت وفي من نزلت وعن من تكلمت وكل هذه الأمور ليتحيط بهذه الآيات أو تلك هنا صاحب المسائل الشيخ المفيد يقول وقد جمع أمير المؤمنين القرآن المنزل من أوله إلى آخره وألفه بحسب ما وجب من تأليفه فقدم المكي على المدني والمنسوخ على الناسخ ووضع كل شيء في محله اللي أريد أوصل للكيا كرسالة من هذه المصادر المصادر الفريقين مصادر المدارس الأخرى مدارس إخواننا أهل السنة ومصادر مدرسة أهل البيت اللي أريد أوصل للكيا أن هناك تسالم واضح ما فيه لا شك ولا شبه أن لعلي ابن أبي طالب مصحف والكلمات التي ذكرت أن لعلي مصحف فيها بعض الإشارات إلى أن هناك نوعين من المصحف مصحف منزل ومصحف مفسر وكلا هذين النوعين اللي راح يجي في حديث مفصل عنهما كلا هذين النوعين يختلفان عن كل المصاحف التي جمعت من قبل الآخرين كلا هذين النوعين كلا هذين النوعين يختلفان ليش لموقعية علي بن أبي طالب ومكانة علي بن أبي طالب عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد كل هذه التفاصيل وكل هذه المصادر جميلة جدا كلمة محمود أبورية جدا جميلة عند كلمة هذا محمود أبورية في أضواء على السنة المحمدية كلمة جدا لطيفة في هذا الباب يقول غريبة توجب الحيرة غريبة توجب الحيرة من أغرب الأمور ومما يدعو إلى الحيرة أنهم لم يذكروا اسم علي في من عهد إليه بجمع القرآن وكتابته كل هذه المصادر السنية والشيعية اللي اتأكد أن علي بن أبي طالب أول من جمع القرآن في زمني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وجمع القرآن من قبل علي له خصوصية ما توجد في كل المصادر الأخرى لجمعة القرآن الكريم ومع ذلك أن هناك تغييب كامل تغييب كامل لعلي بن أبي طالب في ما يرتبط بجمع القرآن ولهذا بعد لا يجي واحد يسأل يقول والروايات الحسن والروايات الحسن سلام الله عليهم والروايات أهل البيت عن رسول الله هذه الروايات الموجودة اللي كلها تصرح في كتب الفريقين أن علي أول من جمع له خصوصيات في الجمع وغيبته تماما فيما يرتبط مو نحن نقول غيبته هذا محمود أبو رية شوف يقول غريبة توجب الحيرة واقعا غريبة توجب الحيرة غيب علي بن أبي طالب عن الأسماء التي عهد إليها جمع القرآن وكتابته لا في عهد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا في أي مكان تجد فيما يرتبط بجمع القرآن إشارة إشارة أمور من العجائب عن الرسول عوانا الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ترجمة نانسي قنقر